صحة وسعادة صباح الخير والنور والإشراق صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة صباح مليء بالإنجاز والتفاؤل فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعين برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع أطيب التحيات مني لكم محدثكم محمود يوسف ومن الإخراج السيد محمد الصفار ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة بدبي فريق العمل الإذاعي بقسم الإعلام بإدارة التسويق والإتصال المؤسسي في الهيئة مستمعين كما عودناكم دائما نطرح بعض الأخبار أو نختار خبر من الأخبار التي تداولتها وكلات الأنباء في بداية الحلقة حيث نذهب إلى الخبر الذي يقول شركة أمريكية قد تطبق تحليلاً للدم يكشف النقاب عن مرض السرطان على مستوى الجينات في التفاصيل نجد أن شركة غريل الأمريكية توصلت إلى تقنية جديدة تمكن من الكشف عن استعداد الشخص للإصابة بأمراض سرطانية على مستوى الجينات وقد قالت الشركة أنها تعمل على وضع تحليل للدم بواسطته يمكن الكشف عن السرطان حتى لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي تعرار تنم عن وجود أمراض سرطانية لا سمح الله عندهم ويتوقع مؤسس شركة غريل أن تكتمل عمليات وضع صيغة تحليل الدم هذه وإجراء التجارب المفترضة في المستشفيات خلال السنوات القريبة المقبلة وسيكون هذا التحديل قابلاً للشراء من قبل الراغبين في ذلك بمبلغ لا يتعدى 500 دولار بحلول عام 2019 ويقال أن القيمة الدفترية للشركة الجديدة تساوي 100 مليون دولار عموماً نحن ما نتحدث كذلك عن أحد الوحدات التي أنشأتها أو استحدثتها هيئة الصحة بدبي لكن خلونا ننتقل إلى سؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة هذه المسابقة التي تقدمها لكم هيئة الصحة بدبي على هامش معرض الصحة العربي اليوم وغير عن الأيام السابقة ما نطرح السؤال وما نسحب اثنين فايزين معنا كل فايز بيحصل ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة السؤال يقول هيئة الصحة بدبي استحدثت حزمة من اللوائح المنظمة للقطاع الصحي بدبي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في الإمارة كم عدد هذه اللوائح؟ هل هي ثلاث لوائح؟ خمس لوائح؟ أم تسع لوائح؟ بتعرفون الإجابة طبعا من خلال تفاصيل سير الحلقة لكن نعيد عليكم السؤال والخيارات هيئة الصحة بدبي استحدثت حزمة من اللوائح التنظيمية للقطاع الصحي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في الإمارة كم عدد هذه اللوائح التي استحدثتها والتي أعلنت عنها اليوم؟ هل هي ثلاث لوائح؟ خمس لوائح؟ أم تسع لوائح؟ عموما ما زلنا نتحدث عن أمراض الدم حيث أن أمراض الدم عديدة ومتشابكة بمجموعة من الأمراض الأخرى المزمنة وغير المزمنة وذلك لطبيعة الدم وخصائصه ودوره الرئيسي في عمل أجهزة الجسم ووظيفة الأعضاء فيه وهو ما يجعله وسيطا لنقل الأمراض ومن هنا تأتي أهمية سلامة الدم والعناية به وبوسائل نقله هذا الأمر توليه هيئة الصحة بدبي جل اهتماميها وتحرص على جعل الدم آمن دائما من الأمراض حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة آمنة سالم المهيري أخصائي أول أمراض الدم بمستشفى دبي حيات الله معانا دكتورة هلاء مرحبا؟ صبحت الله بالخير والدكتورة يا ليه تعطينا فكرة عامة عن قسم أمراض الدم في مستشفى دبي والخدمات اللي يقدمها للمرضى مشكورين على الاستثاثة بحضركم عن قسم الدم قسم أمراض الدم اللي في مستشفى دبي هو المركز الوحيد المتخصص في إمارة دبي لعلاج أمراض الدم كلها الحميدة والسرطانية لعموم المواطنين والمقيمين في إمارة دبي والإمارات الشمالية بالإضافة إلى ذلك نقدم خدمات استشارية لمختلف المراكز الطبية والمستشفيات التابعة لهيئة طبحت دبي بما يتعلق بأمراض الدم القسم عندنا مكون من ثلاثة أقسام عندنا قسم المرضى الداخلين أو الراقدين يختص القسم في علاج أمراض الدم الحميدة مثل منها النيمية النجلية أو أمراض الدم أمراض فيولة الدم ونعالج بعض الأمراض السرطانية وهي سرطان الدم الحاد أو سرطان الغدد اللينفاوية والقسم الثاني عندنا قسم العلاج الوريدي هذا القسم السنة اللي فاتت 2015 استقبل تقريباً من 2000 مريض 2000 مريض يتم علاجهم بعلاج اليوم الواحد يعني يير المريض عندنا الصف ياخذ علاجات كيموية أو نقل دم أو مشتقات الدم ويخرج فيه آخر اليوم والقسم الثالث هو قسم العيادات الخارجية حيث نقدم السشارات لكل مريض يحتاج أي سشارة عن مرض الدم طيب دكتورة آمنة يعني إذا ما نتكلم عن أنواع أمراض الدم يليتش تعطينا نبذة عن هذه الأمراض أنواع أمراض الدم كثيرة عشان نفهم أمراض الدم لازم نعرف أن الدم مكون من ثلاثة أجزاء عندنا قريات الدم البيضة، قريات الدم الحمراء والصفائح أمراض الدم ممكن تأثر على أي واحدة من هالعناصر يعني ممكن عندك أمراض دم يعني اللي هي بأمراض قريات الدم البيضة اللي منها يمكن يكون وراثية أو تكون مكتسبة أو تكون سرطانية وعندك أمراض الدم اللي هي قريات الدم الحمراء اللي هي الأنيميا بأنواعها وأشكالها طبعاً الأنيميا موضوع كثير والأخير الصفائح الصفائح يما تكون في عندك أمراض بعد وراثية ومكتسبة سبب نقص الصفائح أو مشكلة في وظيفتها طبعا ما نقدر نتفصل في أنواحها بس بصورة عامة يعني نحن نعرف بصورة عامة نقول إنها وراثية ومكتسبة والوراثية ممكن يعني بحسن الحظ أن نحن يعني نقول نخفف أو نقلل منها لأننا حين يشوني فحوصات ما قبل الزواج تسبة الأمراض الجم الوراثية قلت عن قبل بالضبط دكتورا أنا هذا ما أريد أن أتكلم عنه يعني أسباب هذه الأمراض بشكل عام وكيفية الوقاية منها يعني حتى أنت ذكرت أن في بعض الأمراض الوراثية وبعضها غير وراثية إذا كانت الوراثية ممكن الوقاية منها فما هو الحال بالنسبة للأمراض غير وراثية مشكلة أن أمراض الجم الوراثية أقلبها تقريبا 8% منها ما يكون في سبب واضح لها يكون فيه افترابات سببها فيروسات أشياء من المخيط بس ما يكون لها سبب واضح فنحن نخبر الناس أنه إذا حصل صارت لهم أي أعراض من أعراض أمراض الدم مثلا النسف الغير طبيعي الشعور بالإرهاق والتعب الدائم اللي ما له سبب أنصح الناس يروحون يسوون تحليل دم بس يقمنون أن الدم ما فيه شيء التهابات الحادة اللي تحتاج دخول المستشفى في هالأحوال إذا إذا ظهرت هذه الأعراض أنصح الجمهور أن يروح إلى أقرب طبيبة أو أقرب مستشفى لفحص الدم وتأكد أنه ما عنده أي مشكلة في الدم دكتورة يعني شوية المعتقد السائد في المجتمع أن الواحد ما يروح الطبيب إلا إذا هو تعبان لكن بالنسبة للفحصات الدورية للدم أهميتها أهمية أن الواحد دائما يروح ويشيك على نفسه طبعا لأن هذه التحالي الدورية ستظهر لكي أشياء مختية مثل مما غير معروفة ممكن أمراض الدم مثلا تبدأ بيزول بسيط في عناصر الدم ومع الوقت ممكن يعني مثلا إذا تأخر المروري تكون مثلا لوسط مرحلة متقدمة فبالعكس نحن نصح الجميع يعني اللي عنده مشكلة ولي ما عنده مشكلة الدم أنه يضخص دوريا يسوي تحليل دم دوري جميل دكتورة آخر سؤال عندي دكتورة شو الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة عندكم في هذا القسم اللي تبغين تستعرضينها؟ أوكي إمكانيات القسم يعني أو الإمكانيات اللي عنده مستلزمات التشخيصية لأمراض الدم عندنا قسم أو غرف خاصة مختصة لفحص نخاع العظم وعندنا غرف مختصة لإجراء العلاج الكيماوي عندنا طاقم تمريض مختص يقوم بإعطاء العلاج الكيماوي حسب معايير عالمية وبأخذ إحتياطات اللازمة وإنجازات القسم مثل ما أقول لك أنه يستقطب عدد كبير من مرضى الدم ونقوم برعايتهم لأن مريض الدم ما يلزيارة واحدة أو زيارتين مريض الدم أو أمراض الدم بصورة عامة أمراض مزمنة فالمريض يظلوا لفترات طويلة فنحاول قد ما نقدر نحن نكون يعني كيف أقول لك نساعد هالمرضى بكل ما يحتاجون من ناحية العلاجية ومن ناحية النفسية جميل دكتورة آمنة سالم المهيري خصائي أول أمراض الدم بمستشفى دبي في هيئة الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذه المداخلة وهذه التوضيحات ونتمنى لكم التوفيق الدائم شكرا جزيلا إذن مستمعين نذكركم بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة يقول استحدثت هيئة الصحة بدبي حزمة من اللوائح المنظمة للقطاع الصحي في دبي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في الإمارة السؤال يقول ما هو أو ما هي عدد اللوائح التي تم استحداثها هل هي ثلاث لوائح خمس لوائح تسع لوائح يمكنكم رسالة الإجابات على الرسالة النصية عبر الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة وبعد الفاصل أيضا ما نتناول هذه الحزمة من اللوائح بالتفصيل ويمكن أثناء الحديث يعني تعرفون الإجابة بحكم أن أيضا معظم الإجابات هي إجابات سليمة يعني فإن شاء الله بعد الفاصل ما نتعرف أكثر على هذه القوانين ما نتعرف أكثر على آلية عمل هذه القوانين وتطبيقها مع الدكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي بهية الصحة في دبي دكتور أسامة بيكون معنا بعد الفاصل فابقوا معنا أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء من برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي مستمعين خلونا نذكركم بسؤال حلقة اليوم اللي ما نسحب عليه فايزين اثنين هذا السؤال الذي تقدمه هيئة الصحة بالتزامن مع معرض الصحة العربي سؤال الحلق يقول استحدثت هيئة الصحة بدبي حزمة من اللوائح المنظمة للقطاع الصحي بدبي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في الإمارة كم عددها هل ثلاث لوائح خمس لوائح أم تسع لوائح اليوم الثلاثين يكونون عندنا كل فايز بحص على ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي من نسوي السحب مع نهاية الحلقة أيضا مستمعين ركزوا في الحوار اللي ما نتكلم فيه الحين لأنه يعني بشكل أو بآخر بتعرفون الإجابة من خلال ضيفنا في الستوديو الدكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي يعني أمس أعلنت هيئة الصحة من خلال مشاركتها بمعرض الصحة العربي عن استحداث حزمة من اللوائح التنظيمية وذلك ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في إمارة دبي وتطوير منظومة صحية كاملة ومستدامة تضمن الشمولية والتميز وتعمل على تحقيق أعلى المعايير العالمية لصحة الفرد والمجتمع خلونا نتعرف على هذه اللوائح وأهميتها ومجالاتها ودورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى مع ضيفنا مثل ما ذكرت الدكتور محمد أسامة دكتور يعني البارحة لنتو تسع لوائح يا ترى إذا بتعطينا فكرة عامة عن أهمية هذه اللوائح في تنظيم القطاع الصحي في دبي بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة وبرك الله فيكم وجهودكم اللوائح هذه جاءت بدور تجيء الاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي وتعمل هذه اللوائح على ضمان خدمات صحية آمنة لأفراد المجتمع وبهدف تحقيق رؤية هيئة الصحة وهي مجتمع صحي وآمن وسعيد فبناء على هذه الرؤية إدارة تنظيم الصحي تسعى دائما للتطوير المعايير واللوائح التنظيمية بهدف إيجاد بيئة آمنة لأفراد المجتمع وخدمات طبية آمنة هذه اللوائح تنقسم إلى نوعين لوائح متعلقة بتنظيم عمل بعض أنواع الخدمات الصحية المقدمة ضمن المشآت الصحية ولوائح أخرى متعلقة بتنظيم المهنة الطبية لبعض التخصصات الطبية فاللوائح هذه كانت في ست لوائح لها علاقة بالمشآت الصحية وهي لوائح متعلقة بعلاج الأورام العلاج بالأكسجين المضغوط زراعة الشعر إزارة الشعر ومختبر النوم والطرف الآخر اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل المهنة الطبية فهيئة الصحة في دبي أطلقت ثلاث لوائح متعلقة بتنظيم المهنة الطبية وهي معايير التنظيم المهني لطب النساء والولادة الطب العام وطب الأسرة طيب دكتور ما عليك أمارة نعيدها حق المستمعين اللوائح مرة ثانية إذا ما عليك أمارة ست لوائح متعلقة بتنظيم المشآت الصحية وهي علاج الأورام علاج بالأكسجين المضغوط زراعة الشعر إزالة الشعر مختبر النوم ولوائح أخرى متعلقة بتنظيم الأفراد تنظيم المهن للأفراد وهي النساء والولادة طبيب العام وطبيب الأسرة جميل دكتور هذه المجالات اللي تناولتها هذه اللوائح يا ترى يعني شو الأسباب اللي دعتكم منكم تستحدثون مثلا هذه اللوائح أو تطورونها طبع هناك عدة أسباب دعت هيئة الصحة للعمل لتطوير هذه اللوائح أول شيء ضمن منظمة دولة الإمارات والعالمين والمتحدة هناك قوانين اتحادية تنظم الخدمة الطبية بشكل يضمن سلامة تقديمها ولكن هناك فرص للوائح تنظيمية توضح بعض القوانين الاتحادية وبناء على استراتيجية هيئة الصحة في إمارة دبي استخلصنا بعض الأولويات لوضع هذه اللوائح وتطويرها الهدف الثاني هو كان تسجيع الاستثمار في قطاع الصحي والكل يعني الآن كان فيه معكم حديث مع الدكتورة آمنة المهيري بخصوص أمراض الدم ومشاكل المتعلقة بالسرطانات وكذا وكليتا نعرف من الإحصائيات الموجودة محليا أو عالميا أمراض السرطانات كان لها أولوية فعلى مستوى دولة الإمارات يعتبر مرض السرطان ثالث سبب من أسباب الوفيات في الدولة فهذا أحد الأشياء المهمة لازم نطور القوانين المتعلقة في هذه الخدمة الطبية إضافة لانتشار بعض الأمراض اللي ممكن لقايا منها وهذا شيء آخر نحن نركز عليه في هيئة الصحة أنه نضمن المجتمع الصحي عن طريق التوعية بهذه الأمراض والتقليل من الفرص الإصابة فيها والدكتورة ذكرت بعض الأساليب اللي تعمل على هذا الشيء فهلية تطوير اللوائح بعد معرفة القوانين الاتحادية النظر للأولويات واستراتيجية هيئة الصحة إذا نشكل فريق عمل داخلي من أخصائيين مختلفين في كل مجال نبدأ نجلس معهم نسمع ما تعليقهم على اللوائح الحالية الموجودة كيف نعمل على استحداث اللوائح جديدة ونأخذ بعض الأرشادات والتوجيهات من المختصين في هذا المجال ثم يبدأ فريق داخلي داخل إدارة تنظيم الصحي يبحث عن أرض الممارسات الطبية عالميا وأحيانا قد يخرج فريق يزور بعض الدول ومن مثال يعني كان قام الفريق بزيارة بريطانيا وقام بزيارة أستراليا تطلع على أحدث التجارب بخصوص العلاج الأورام وتأكد أن التشريعات التي تتم وضعها تتماشى مع هذه اللوائح العالمية طيب دكتور أنت في إدارة التنظيم الصحي يعني تقومون بتنظيم العمل الصحي بالنسبة لي المنشآت الصحية وأيضا للمهنيين وكذلك للأفراد أنا أبغي أعرف وين اللوائح الجديدة اللي كانت معنية بالأفراد وين اللوائح اللي كانت معنية بالمنشآت الصحية أم هذه اللوائح كلها دخلات في الإطارين معا تمام هذه الصحة عبر السنوات الماضية طورت عدة لوائح تنظيمية متعلقة بالمنشآت الصحية وترخيصها وأليات ترخيصها ومطلبات ترخيص المهنيين الصحيين في إمارة دبي بالتعوام مع الجهات الصحية الأخرى وكان فيه كتاب موحد للترخيص المهنيين فالهدف بإدارة تنظيم الصحي أنه نرقب المستوى الخدمة الصحية ما بعد الترخيص فلتأكد أنه نوعية الخدمة تقدم بشكل صحيح فيه تفصيلات أو توضيح لأسلوب تقديم الخدمة حسب المعايير المطبقة محليا فيه بعض القوانين تنظم خدمات حسب المجتمع الداخل الدولة قد تكون مسموحة خارج الدولة لكن هنا يكون لها بعض الحدود أو بعض الالتزامات فعندما نجلس ونضع التشريعات اللوائح المحلية نتأكد أنها تتوافق مع القوانين الاتحادية في الدولة وتم عرضها على الجهات القانونية بعدما يتم تطوير مسودة منها لتأكد أيضا أنه جميع القطاعات يتم أخذ رؤيتهم أو يأخذ أرشاداتهم بخصوص هذه اللوائح يتم وضعها على الموقع الإلكتروني للإدارة في تابع لهيئة الصحة ويتم أرسال عشرات الإيميلات للأشخاص المختصين في المجال لطلب إفادتنا بالمسودة اللوائح نعم دكتور نحن ما نتواصل معاك في هذا الحديث وما نتعرف أكثر على تفاصيل هذه اللوائح همون بقول عادة الإجابة لأننا قلتها بساعة لكن قبل ما أطلع فاصل خلوني بس أذكركم بسؤال المسابقة اللي تقدم جوائز هيئة الصحة بدبي على هامش معرض الصحة العربي على هامش مشاركتها في معرض الصحة العربي اليوم عندنا فائزين اثنين بيفوزون كل واحد فيهم بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي سؤال الحلقة يقول استهدثت هيئة الصحة بدبي حزمة من اللوائح المنظمة للقطاع الصحي بدبي لضمان جودتها المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في إمارة دبي كم عدد هذه اللوائح هل هي ثلاث لوائح خمس لوائح أم تسع لوائح يمكنكم رسال الإجابة على الرقم أربعة صفر صفر ستة ومع نهاية الحلقة من أسحب على الفائزين اليوم عندنا الفين درهم مثل ما ذكرت فنترى إجاباتكم واللي هي معظمها إجابات صحيحة يمكن بس إجابة وحدة كانت خاطئة لكن كلها إجابات صحيحة والله الحمد وإن شاء الله نتمنى التوفيق لجميع المستمعين المستمعين نحن ما نوقف مع فاصل قصير وما نرجع نستكمل هذا الحوار عن هذه اللوائح وأيضا أي شخص عنده أي مداخلة حول اللوائح التنظيمية التي تم استحداثها أو حتى أي ملاحظة على مجموعة القوانين واللوائح الموجودة في إمارة دبي ممكن أن يتصل علينا على الرقم مستمعين كنا قبل الفاصل قد توقفنا مع الدكتور محمد أسامة الكيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي وأيضا خلونا نذكركم بسؤال الحلقة اليوم سؤالنا يقول استحدثت هيئة الصحة بدبي حزمة من اللوائح المنظمة للقطاع الصحي بإمارة دبي ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية في الإمارة كم عدد هذه اللوائح هل هي ثلاثة لوائح خمسة لوائح أم تسعة لوائح يمكنكم إرسال الإجابات على الرقم أربعة صفر صفر ستة أعتقد الصفار نحن عشر دقائق وربع ساعة نعطيهم على آخر إجابة ما نخليها لين يعني عشرة وخمسين دقيقة وبعدها ما نجري السحب إذن عندكم الوقت لين عشرة وخمسين دقيقة ممكن نستقبل آخر إجابة على هذا السؤال نرجع لمحمد وسامة دكتور يعني كنا توقفنا عند حزمة اللوائح التي تم استحداثها وتحدثنا يعني بشكل مفصل عن بعض اللوائح الخاصة بعلاج الأورام والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط قبل أن ندخل في التفاصيل هذه دكتور خلنا يعني نتعرف على حجم القطاع الصحي في إمارة دبي سواء كان الحكومي أو الخاص واللي تم الإعلان عنها حتى كذلك من خلال الاستراتيجية التي أعلنت من قبل سيدي صاحب سموه الشيخ محمد براشد دار مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله بالأمس حجم القطاع الصحي في إمارة دبي حجم يعني يزيد على 3000 منشأة يتضم 31 مستشفى حكومي وخاص بناتها 4 مستشفى حكومية و25 مستشفى القطاع الخاص بينما وزارة الصحة لديها مستشفين داخل مدينة دبي الطبية هناك أيضا مستشفين آخرين كمنشآت صحية عدد المهنيين والأفراد المرخصين في إمارة دبي هما 33563 شخص هذا يعني عدد ضخم جدا ويعتبر من أكثر إمارة فيها مهنيين الصحيين هناك يزيد ما يزيد على 6700 طبيب بشري مرخص ضمن هذا العدد وما يزيد على 1811 طبيب أسنان مرخص ضمن المهنيين القدمون للخدمات الصحية في إمارة دبي فالقطاع الصحي قطاع واسع يقدم خدمات صحية مميزة ودائما هناك فرصة للتطوير والتحسين والشيء المميز يعني أنا لاحظت قبل ما ندخل الإذاعة هو الرقم اللي تم ذكره في الأخبار وهو إمارة دبي هناك زيادة ما شاء الله بـ 7.5% عن ضعف النمو المتوقع اللي كان موجود من سياح زائرين لإمارة دبي وصلوا 14 و 200 ألف شخص وهنا أود يعني أن أركز عن موضوع السياحة العلاجية إمارة دبي مشارة تستقبل 14 مليون ما يزيد على 14 مليون شخص جزء منهم جيد يأتون للطلب الرعاية السياحة العلاجية رعاية طبية إمارة دبي حسب إحصائياتنا الشهر الماضي كان ما يزيد على 400 ألف شخص استخدموا المنشآت الصحية في إمارة دبي للسياحة العلاجية فهذا رقم مميز يعني وإن شاء الله الرقم هذا في تزايد مستمر إن شاء الله نحن البارحة أعتقد كنا نتكلم بعد عن موضوع السياحة العلاجية في الحلقة وخذنا تفاصيل هذا الموضوع كذلك والأرقام المميزة التي تحققت في هذا المجال لكن دكتور بخصوص هذه الأرقام وخصوص هذه الأعداد من العاملين في القطاع الصحي وأيضا من قبل المنشآت يا ترى ما هي أهمية هذه اللوائح في تعزيز فرص الاستثمار والإيفاء باحتياجات الإمارة السريرية المستقبلية وتشجيع فرص الاستثمار في هذا المجال الاستثمار في القطاع الصحي في إمارة دبي المستقبلية دائما يزور أي دولة أو إمارة يبحث عن عدة أشياء أول شيء يبحث عن التعداد السكاني نوعية الأمراض المتوفرة نوعية الخدمات المقدمة وكيفية تقديم الخدمة وهل هناك لوائح وقوانين واضحة تساعده على الاستثمار في الإمارة فالبيئة التي تشجع الاستثمار كلها لحمد العاملها موجودة مكانة إمارة دبي إضافة إلى مكانة إمارة دبي المميزة عالميا فهذا الشيء يفتح المجال للمستثمر القادم من أي دولة أو حتى المستثمر من داخل دولة إمارة للاستثمار في المجال الصحي الجميل أنه علاج الأورام هذا أحد اللواحي لأول مرة يتم كتابتها في الشرق الأوسط ووضحت أساليب العلاج التي يجب اتباعها لتحقيق علاج آمن وشملت الأسس الثلاث أنواع العلاج الأورام الأساسية وهي الكيميائي الإشاعي والجراحي وهون حابين نركز على الإشاعي لأنه هي عبارة عن علاجات دقيقة متخصصة من أشخاص مخصصين فلواحة منظمة هي تشجع آلية بناء المنشأة الأفراد المهنية المخولين لتقديم الخدمة الضوابط الذي يجب اتباعها خلال تقديم الخدمة لضمان نجاح العلاج الأورام نحن دكتور إذا أسعفنا الوقت في القادم من المتبقي من هذه الحلقة نحاول نتحدث كذلك عن دوركم الرقابي في عملية تنظيم القطاع الصحي وهذا الدور الذي انعكسه على طبيعة الاستثمار بشكل مفصل لكن دكتور خلنا نرجع إلى اللوائح التي تم الإعلان عنها بالأمس من بين اللوائح لائحة خدمات مختبر النوم وهي التي تعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات ممكن نتعرف أكثر على تفاصيل هذه اللائحة وما هي أنواع الخدمات التي نظمتوها في هذا الإطار تمام المختبر النوم لائحة جديدة تم استحداثها في هيئة الصحة أهدافها كانت الخدمة سابقا كثير من المنشآت يظن أنه مختبر النوم يجب تقديم داخل المستشفى بناء على الدراسات التي قمنا فيها وطلع على أفضل المراسات العالمية وجدنا أنه في فرص تقديم هذه الخدمة في المنازل كمان تطور الأجهزة الطبية والمراقبة وكذا وضعنا اللوائح الجديدة بحيث أن تسمح لتقديم هذه الخدمة من قبل مجمعات طبية مشغل تكون داخل المستشفى وفئات كثيرة من أفراد المجتمع يعانون من مشاكل يعني مشاكل الشخير مشاكل توقف التنفس مفاجئ داخل النوم مشاكل يعني تسبب أحيانا أرق عدم راحة ارتفاع ضغط الدم عدد أمراض أخرى وتكون مؤشرات حق أمراض خطيرة بعد الدكتور صحيح صحيح فحسب اللوائح الجديدة يعني يسمح للتقديم هناك إجراءات معينة يجب اتباعها أو متطلبات من ناحية المساحة الغرفة النوع السريل الموجود توفير الوسائل للمراقبة أو توفيرها عن طريق التليميديسن أو التطبب عن بعض كل هذه الأشياء تم توضيحها داخل اللوائح هذه وتساعد المقدم الخدمة لتقديمها بشكل صحيح صحيح هذه خدمة أصلا كذلك تقدمها هيئة الصحة بدبي عن طريق مستشفى راشد عن طريق هذا المختبر الجميل وأيضا بدأت في تقديم هذه الخدمات المنزلية كذلك لمرضى مستشفى راشد عموما دكتور أيضا ما أدري كانت في لائحة تختص بإزالة الليزر ولائحة أخرى تختص بسمنة زراعة الشعر زراعة الشعر عفوا إزالة الشعر بالليزر أو العلاج الضوئي هذه اللائحة تنظم تم تطويرها وضعها قبل ثلاث سنوات الآن تم إعادة نظر فيها بناء على المعطيات الحالية وعلى تطور العلاج الطبي المقدم بالأجهزة الحديثة وتم تغيير المسمى هذا أحد التغييرات الأساسية نحن نؤكد هنا أنه إزالة الشعر بالليزر أو العلاج الضوئي اللي يسمى IPL لا يضمن إزالة تامة للشعر ولكن تقليل الشعر بمختلف أجزاء الجسم وهناك عدة عوامل أخرى لوجود الشعر في مناطق غير مرغوب فيها ويتم إزالتها بالتعاون مع الليزر هناك علاجات طبية تساعد لإزالة الشعر وتقيله فيه فهنا شيء نوجه للجمهور أنه إزالة الشعر بالأجهزة الليزر لا يضمن إزالة دائمة المسمى السابق كان إزالة دائمة والآن تم تغيير اللائحة ووضع هذا بالإضافة إلى سماح لبعض الاختصاصات الأخرى كان سابقا طبيب الجلدية والجراح التجميل فقط هم الممكن يشرفوا على الآن تم الفتح المجال لطباء باختصاصات أخرى مثل الباطنية والنساء الولادة لتقديم هذه الخدمة لأنه ضمن منظومة متكاملة ممتاز إذن تم توسعة نطاق العمل في هذا في تقديم علاجات إزالة الشعر التي لا تزيل الشعر نهائيا صحيح طيب دكتور نحن تكلمنا عن العلاج والأورام تكلمنا عن خدمات زراعة الشعر وإزالة الشعر ما نتكلم الآن عن طب النساء والولادة في بعض القوانين التي نزلت في هذا المجال عرفنا عليها هذا أول مرة في دولة الإمارات يصدر توضيح لصلاحيات مهنة طب النساء والولادة القانون الاتحادي في دولة الإمارات توضح بعض الصلاحيات المهمة إلى علاقة بطب النساء والولادة خاصة في أشياء متعلقة بتشريع المحلي في دولة الإمارات وإلى علاقة بالعلاقة الزوجية بين رجل والمرأة فنحن وضحنا الأمور بإضافة الأمور المتعلقة بالقوانين الاتحادية وضحنا شو اختصاصات التفصيلية لمهنة طب النساء والولادة شيء مهم جدا بسبب أن الأطباء النساء والولادة مدارس مختلفة من أوروبا من أمريكا من أستراليا أو من دول ثاني مدارس الآليات مصلاحيات المهنة في هذه الدول مختلفة فممكن أعطي مثال في دولة أنمانيا يتم سماح طبيب النساء والولادة بالقيام بعمليات الثدي ضمن الآليات الصلاحيات التي تم توضيحها الآن في هيئة الصحة لأنه هذا خارج نطاق صلاحياتهم وهي ضمن نطاق صلاحيات طبيب الجراحة الجراحة العامة أو الطباء مختصين في هذا المجال هذا مثال بسيط عن الفروقات طيب دكتور نحن عندنا ثلاث دقائق لاستقبال الإجابات على السؤال الحلقة اليوم اللي يقول استحدثت هيئة الصحة في دبي حزمة من اللواح المنظمة للقطاع الصحي في دبي ضمن جهود المستمرة لارتقاب مستوى وجودة الخدمات الصحية في الإمارة كم عدد هذه اللوائح؟ هل هي ثلاث لوائح؟ خمس لوائح؟ تسع لوائح؟ نحن نشي الإجابة من خليها يا ثلاث لوائح أو تسع لوائح فارسلونا الإجابات على الرسالة النصية 4006 على هذا الرقم ثلاث دقائق عندنا وما نسحب على الفائز أو فائزين اثنين حقيقة كل فائز بيفوز معانا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض الصحة العربي طيب دكتور بالنسبة للوائح التي كانت تتحدث عن خدمات المعالجة المائية للقلون وأيضا المسؤوليات الإكلينيكية لمهنة طب الأسرة والمسؤوليات الإكلينيكية لمهنة الطبيب العام خلينا نتحدث على عجالة في هذا الموضوع تمام في هناك خلط كبير ما بين الطبيب العام وطبيب الأسرة طبيب العام هو طبيب أنهى بغاليوس الطب من أحد الجامعات معترف فيها في دولة الإمارات عن طريق وزارة التعليم العالي ويمارس المهنة كطبيب عام له صلاحيات محددة في علاج بعض الحالات المحددة وهدف أنه يكون البوابئ لتحويل المريض للطبيب الخصائي طبيب الأسرة هو طبيب اختصاص معتمد وفيه برامج تدريبية داخل دولة الإمارات أو خارجها وهذا الطبيب له صلاحيات أكبر يعالج عدة حالات بما في بعض الحالات الطارئة الحالات المتعلقة بمتابعة الحمل في المراحل الأولية للمرأة يعالج بعض الحالات المتعلقة في طب الباطنية بعض الأشياء المتعلقة في طب الأنفل والحنجرة بحيث أنه يكون يقلل من تحويل الحالات لمستشفيات ومقابلة الأخصائيين في كل مجال وهذا نظام متبع في كثير من الدول لأنه طبيب الأسرة يعرف معظم أفراد الأسرة يعرف المشاكل الجينية أو الأمراض المنتشرة داخل الأسرة فيستطيع أن يقيم حالة المريض بشكل متواصل وهذا سبب أن نحن شجعنا أن نحط اللوائح التنظيمي لهذا كأولوية لنا بحيث أنه نطمن تقديم خدمات صحية المعالجة المائية للقلون هذه أحد الخدمات التي تقدم من بعض المنشآت الصحية وهدفنا تقديم خدمة آمنة بطريقة وضع اشتراطات اشتراطات واللوائح بحيث تطمن نتائجها السليمة ممتاز دكتور أنا بس أبغي أقول لكم مستمعين أننا نحن يعني منوقف استقبال الإجابات وما نجري السحب على الفايزين معنا اليوم على سؤال الحلقة عندنا الإجابة تقول تسع لوائح تسع لوائح استحدثتها هيئة الصحة بدبي ضمن حزمة اللوائح المنظمة للقطاع الصحي في الإمارة وذلك بهدف ضمان جودة الخدمات والارتقاء بمستواها خبرونا بس بأسام الفايزين دكتور خلنا نتحدث عن تطبيق هذه اللوائح كيف سيتم وما هو دوركم في الإدارة بالنسبة للرقابة على القطاع الصحي التطبيق الآن يتم الإعلان عن طريق الميديا تم نشرها البارحة بعد إطلاقها في موقع هيئة الصحة في دبي سيكون هناك ورشة عمل لتعريف فيها من القطاع الطبي في إمارة دبي ويتم تدريب الفريق الرقابي على هذه المعايير بحيث يتم تطبيقها بأسلوب سلس ويستوفي معايير الأمانة جميل دكتور خلنا نتعرف على الفايز مع أن أسوال الحلقة كان عن إدارتكم يعني من باب الترويج أيضا لهذه اللوائح التي تم الإعلان عنها بالأمس تعطوني أسماء الفايزين إذا كنترول طيب ما زلت تقومون بالقرعة نترية أسماء الفايزين مثل ما ذكرنا هي تسع لوائح دكتور بما أن شوي تخر علينا في الأسماء خلنا نأخذ منك كلمة أخيرة تبغي توجهها في نهاية هذا اللقاء بها نهاية اللقاء نشكر المستمعين على الاهتمام والاستمع لهذا البرنامج كمان إذا في أي ملاحظات أو أي رغبة في توضيح بعض المعلومات عن هذه اللوائح ممكن تواصل مع إدارة تنظيم الصحي وهيئة الصحة في دبي على الأرقام المعروفة لديهم نعم كل الشكر لك دكتور على تواجدك معنا في هذه الحلقة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في القادم من الأيام وأيضا هذه التسع لوائح هناك المزيد إن شاء الله في المستقبل لتنظيم العملية الصحية في أمارة دبي وأيضا للمزيد من تحسين فرص الاستثمار في هذا القطاع دكتور محمد وسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في أمارة دبي أو في هيئة الصحة في دبي نحن شكرا لك هذا التواجد وكل التوفيق شكرا لكم ناخذ سامي الفايزين أول فايز معنا أمسلم سالم أو سالم أمسلم سالم أمسلم سالم ثاني اسمه ثاني ولا الثاني الثاني أمزين أسمه مصطفى محمد مصطفى هارون أمزين يعني أنا عبالي هو شيء تقول لي اسمه ثاني أمزين عموما الفايز الأول معنا سالم أمسلم سالم والفايز الثاني محمد مصطفى هارون محمد مصطفى هارون طبعا الجماعة في الكنترو بيتصلون فيكم بيشوفون كيف ممكن تستلمون هذه الجوائز اللي هي عبارة عن ألف درهم لكل فائز مقدمة من هيئة الصحة في دبي على هامش مشاركته في معرض الصحة العربي في هذه الدورة المميزة والتي تحوي الكثير والجديد في هذا القطاع ويعني يوميا عندنا شيء يديد طالع خلال هذه الدورة أطلقنا الاستراتيجية الجديدة لهاية الصحة في دبي عشرين واحد وعشرين وما تضمنته من العديد من المحاور والعديد من الأهداف اللي تسعى هيئة الصحة في دبي أنها تصل بها إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة عموما نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلعا لسبوع القادم مع العديد من المواضيع الصحية التي تهمكم مستمعين واللي نسعى من خلالها أن نقدم لكم ما هو جديد في هذا القطاع بإمارة دبي وأيضا الجديد على المستوى العالمي كذلك نتمنى لكم إجازة سعيدة وحتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة تقبلوا تحياتي محمود يوسف ومن الإخراج محمد الصفار وعيسى سبيل يعني على آخر البرنامج جزاها الله خير وأيضا من الإعداد فريق عمل الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي فكل شكر لكم وفي النهاية نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي